قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم شيبا يضع آخر اللمسات على تشكيلة المنتخب المغربي تحت السبعة عشر سنة قبل مواجهة إندونيسيا الصباري جميع اللاعبين سعداء بالتواجد في المنتخب وسنجهز أنفسنا جيدا لمواجهة طنزانيا خبر عاجل الفيفا يمنع نجم المنتخب المغربي من اللاعب مع الأصود في مباراة طنزانيا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار شيبا يضع آخر اللمسات على تشكيلة المنتخب المغربي تحت السبعة عشر سنة قبل مواجهة إندونيسيا اختتم المنتخب المغربي لأقل من سبعة عشر سنة استعداداته تأهبا لمواجهة إندونيسيا برسم الجولة الثالثة من دور مجموعة كأس العالم وأجر الفريق الوطني يوم الأربع آخر حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين قبل المباراة الحسمة التي ستجمعه يوم غدنا الخميس بمنتخب إندونيسيا على أرضية ملعب جيلغا بانكا بمدينة السورابايا وركز شيبا خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم والتي امتدت لحوالي ساعة وعشرين دقيقة على وضع آخر اللمسات على المجموعة قبل لقاء منتخب البلد المضيف للمونديال والذي سينطلق بداية من الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت المملكة المغربية الصباري جميع اللاعبين سعد بالتواجد في المنتخب وسنجهز أنفسنا جيدا لمواجهة طنزانيا عبر اسمعي صباري لاعب المنتخب المغربي عن فخره باختياره اللاعب للمنتخب الوطني مبديا جاهزية زملائه لمواجهة طنزانيا ضمن تصفية كأس العلم وقال صباري في تصريح للموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأجواء جيدة وجميع اللاعبين سعد بالتواجد هنا سنجهز أنفسنا بشكل المطلوب من أجل التحضير الجيد لمباراة طنزانيا وتابع فخر لأنوماتل المغرب المرور عبر كل فئات المنتخب ثم اللاعب مع الفريق الوطني الأول فخر كبير بالنسبة لي وأشكر والدي على هذا الاختيار واختسم أشكر الجماهير التي سندتنا دائما ودعمتنا في كل مكان حتى عندما نلعب مع فريقنا بالخارج وسيواجه المنتخب المغربي نظره الطنزاني يوم الثلاثة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة المغربية برسم التصفية المؤهلة لكأس العالم 2026 خبر عاجل الفيفا يمنع نجم المنتخب المغربي من اللاعب مع الأصود في مباراة طنزانيا ذكر موقع لوسيت أنفو سبور أنه حصل على معلومة حصرية تفيد غياب نجم المنتخب المغربي عن تدريبة الأصود الأخيرة وحسب مصدري من داخل نادي ويستهام يونيتد الإنجليزي فإن غياب نيف أكراد عن المنتخب المغربي كان بالسبب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حيث كشف المصدر أن بروتوكول الفيفا يمنع مشاركة أي لعب يصاب في الرأس في المباراة الرسمية إلى حين شفائها وأكد ذات المصدر أن ويستهام أعلى مطبيب المنتخب المغربي بوضع أكراد وبالبروتوكول وهو ما فرض غيابه عن المنتخب المغربي وأصيب أكراد بارتجاج في المخ في مباراة ويستهام ضد نوتينغ هامفورست نهاية الأسبوع الماضي تطلب خضوعه للعلاج ويحرص فيفا على السلامة الصحية للعبين مما يفرض تعاملا خاصا مع الإصابات التي يتعارض لها اللاعبون على مستوى الرأس ذات المصادر أشار أن البروتوكول ذاتها معتمد في الدور الإنجليزي الممتاز الذي يفرض على الأندية التعامل بحضر مع إصابة الرأس من أقنع ديوب بتمثيل المغرب فجأة مؤتراب المنتخب الوطني وليد راقراجي رأي الحام والجمهور بهدية جديدة من النوع الفاخر باستداء سوفيان ديوب موهوب نادي لإنيسة الفرنسي لتمثيل المنتخب المغربي وجأة استداء ديوب بعد معركة حامية الوطيس امتدت لأكثر من عامين خارج المستطيل الأخضر من أجل انتزاع ولاء اليافع العشرين من قبل إثنين من أكبر منتخبات أوروبا وإفراقيا واعتدر راقراجي على إشعال حمسة وفضل المشجعين تارة بمفاجأة مختلفة وتارة أخرى باستداء غير متوقع وهذه المرة وقع الاختيار على ديوب ليكون فرصا رهان الجديد في تجمع نوابر وفي تحقيق خاص لنسخة العربية لموقع كول العالمي تبين أن المسؤولين وأصحاب القرار في الجامعة المالكية المغربية لكورس القدم بدلوا قصار جهودهم لإقناع صاحب الثلاثة والعشرين عامان لتمثيل منتخب أباء وأجداد الوالدة بعدما كان محاطا بالكثير من الإغراءات لكي يفاضل بين منتخب مسقط رأسه الفرنسي أو منتخب والده السنغالي إلا أنه في نهاية المطاف فضل ورقة الأسود بعدما وصفت بالخطة المغربية الدكية ووفق لناس المصدر فإن كوالس الاعتفاق بين اللاعب ورئيس الجامعة المالكي المغربي لكورس القدم فوز القجعة مليئة بالتفاصيل المتيرة منها على سبيل المثال التنازلات والإغراءات التي وضعها القجعة في ملعب صوفيان وعلى إترها لم يفكر الأخمارات في ارتداء قميس المنتخب كما جاء نصا على لسان الرجل في حديثه مع الصعفيين لإعلان القائمة التي سيتمد عليها في العطلة الدولية وجاء في التقرر أن خبرة الجامعة المغربية في التفاوض مع جواهر أبناء دول المهجرة لعبت دورا كبيرا في إقناع اللاعب وأسرته بالعرض الصخية الذي شمل الموافقة على تحقيق أمنيته التانية على المستوى الدولي بفتح أبواب منتخب الأشبال أمام شقيقه الصغير إيدان ديوب الذي يشغل مركز لاعب الوسط في شباب مونكو ومنتخب فرنسا تحت 19 عاما وذكرت المصدر أن الرجل وعد لعبه الجديد ببدل كل ما في وسعه لإقناع شقيقه بالتخلي عن جنسيته الفرنسية الرياضية تمهيدا لخطوة انضمامه إلى شباب المغرب ريتما يكون جزءا من خطط المدرب في مشروعه المنتظر في المونديل القادم وجاء في التقرر أن خبرة الجامعة المغربية في التفاوض مع جواهر أبناء دول المهجرة لعبت دورا كبيرا في إقناع اللاعب وأسرته بالعرض الصخي الذي شمل الموافق على تحقيق أمنيته التانية على المستوى الدولي بفتح أبواب منتخب الأشبال أمام شقيقه الصغير إيدان ديوب الذي يشغل مركز لاعب الوسط في شباب مونكو ومنتخب فرنسا تحت 19 عاما وذكرت المصدر أن الرجل وعد لعبه الجديد ببدل كل ما في وسعه لإقناع شقيقه بالتخلي عن جنسيته الفرنسية الرياضية تمهيدا لخطوة اندمامه إلى شباب المغرب ريتما يكون جزءا من خطط المدرب في مشروعه المنتدر في المونديال القادم وذكرت المصدر أن الرجل وعد لعبه الجديد ببدل كل ما في وسعه لإقناع شقيقه بالتخلي عن جنسيته الفرنسية الرياضية تمهيدا لخطوة اندمامه إلى شباب المغرب ريتما يكون جزءا من خطط المدرب في مشروعه المنتدر في المونديال القادم إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم شيبا يضع آخر اللمسات على تشكلة المنتخب المغربي تحت السبعة عشر سنة قبل مواجهة اندونيسيا الصباري جميع اللاعبين سعداء بالتواجد في المنتخب وسنجهز أنفسنا جيدا لمواجهة طنزانيا خبر عاجل الفيفا يمنع نجم المنتخب المغربي من اللاعب مع الأصود في مباراة طنزانيا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار